إذن نبدأ على بركة الله في حساب عبارة A نلاحظ أن A عبارة عن 8 في 7 زائد 2 7 زائد 2 بين قوسين نعلم أن أولوية الحساب هنا رح تكون عندي هنا ضرب ثم عندي أقواص نعلم أن أولوية الحساب رح تكون لأ الأقواص إذن A رح تساوي نجمع ما بين الأقواص إذن 8 في 7 زائد 2 تسعة و8 في 9 رح تساوي لي 72 إذن نكتب 72 إذن نلقيت A عبارة A هي 72 هذا بطريقة أولوية الحساب ننتقل على بركة الله إلى الطريقة الثانية وهي طريقة التوزيح إذن هذه الطريقة رح نستعملها في المثال هذا إذن A تاي إذن عندي هنا عبارة A هي على شكل 8 في 7 زائد 2 وش رح ندير؟ رح أوزع العدد ثمانية على سبعة وعلى إثناني وش يمجلي؟ يمجلي ثمانية في سبعة ثم أحتفظ بالعمل يلا يراهي داخل الأقواص اللي هي الجمع زائد ثمانية في إثناني إذن تليلي عبارة A ماذا تساوي؟ A تساوي لي إذن قل تساوي ثمانية في سبعة ستة وخمسون زائد ثمانية في اثنين ستة عشر إذن نجمع ستة وخمسين زائد ستة عشر تساوي اثناني وسبعون ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن القينا نفس النتيجة في طريقة الأولى القينا A يساوي 72 في طريقة الثانية القينا A يساوي 72 لازم يكون نتيجة هي نفسها ننتقل على بركة الله إلى المثال الثاني عبارة B إذن نحسب عبارة B بطريقة أولويات الحساب وش رح ندير؟ إذن بماذا يساوي؟ نستعمل الأولوية هنا عندي ستة في قوس تسعة ناقص أربعة نحن نعلم أن الأولوية ليست لضرب بل للأقواص إذن نكتب ستة فاصل خمسة في نجمع ما بين الأقواص تسعة ناقص أربعة ماذا يساوي؟ خمسة وستة فاصل خمسة في خمسة تعطينا 32.5 نكتب الناتج 32.5 إذن عبارة B هي 32.5 ننتقل إلى الطريقة الثانية إذن كيف نحسب عبارة B بطريقة ثانية؟ هنا رح نستعمل توزيع الضرب هنا على الطرح لأنه عندي تسعة ناقص أربعة إذن نضرب العدد ستة فاصل خمسة في تسعة أولاً إذن B رح تساوي ستة فاصل خمسة في تسعة ندير العملية اللي رحي بين الأدد تسعة وأربعة هي ناقص ثم ستة فاصل خمسة في أربعة ستة فاصل خمسة في أربعة عبارة B دائماً تساوي إذن كيف نضرب ستة فاصل خمسة في تسعة شحل تمدلي؟ إذن رح تمدلي من يو خمسين فاصل من يو خمسون فاصل خمسة كيف نضرب ستة فاصل خمسة في أربعة شحل تمدلي ستة وعشرين إذن ندير ناقص ستة وعشرين وكيف نطرح من يو خمسين فاصل خمسة من ستة وعشرين رح التحصل على إثنان وثلاثون فاصل خمسة أخيراً لقنا بتاعي إذن نلقينا نفس النتيجة ننتقل على بركة الله إلى نتابع مع عبارة س اللي هي مكتوبة على الشكل لاحظوا معي س تساوي ثلاثة في اثنى عشر زائد ثلاثة في ثلاثة فاصل خمسة إذن نبدأ على بركة الله مش رح ندير إذن هنا نلاحظ أن ثلاثة مكرر مرتين هنا نلاحظ ثلاثة في اثناش زائد ثلاثة في ثلاثة فاصل خمسة إذن رح ننحو هنستعمل طريقة استعمال عامل مشترك رح ننح ثلاثة كعامل مشترك نفتح قوس نكتب في مش يبقى لي الأقواص داخل الأقواص مش نكتب نكتب العدد إثنى عشر زائد ثلاثة فاصل خمسة ثم بعد ذلك نتابع إذن ستاعي مكتوب على شكل ثلاثة في قوس اثنى عشر زائد ثلاثة فاصل خمسة هذه تساوي إذن ثلاثة في نبدأ الأولوية للأقواص اثنى عشر زائد ثلاثة فاصل خمسة سبعة عشر فاصل خمسة وثلاثة في سبعة عشر فاصل خمسة واشتقلنا تعطينا ثلاثة وخمسين فاصل خمسة إذن نكتب تساوي اثناني وخمسون فاصل خمسة إذن هذه هي قيمة س إذن بالطريقة الثانية نتحصل لحظوا معي س تساوي ثلاثة في اثنى عشر زائد ثلاثة في ثلاثة فاصل خمسة ثلاثة في اثنى عشر إذن نبدأ بالضرب ثلاثة في اثنى عشر ستة وثلاثون زائد ثلاثة في ثلاثة فاصل خمسة ستة عشر فاصل خمسة وتساوي كنجمع ستة وثلاثين زائد ستة عشر فاصل خمسة تخرج لي أيضاً نين وخمسين فاصل خمسة هذا بالنسبة لعبارة سين أخيراً عبارة دي إذا لحظوا معي دي مكتوبة على الشكل أربعة وخمسين فاصل ثمانية في عشرة ناقص نين وثلاثين فاصل ستة في عشرة أيضاً نلاحظ أن العشرة مكررة مرتين في العملية التالية إذن موجود هنا في الحد الأول أبعى وخمسين فاصل ثمانية في عشرة ثم موجود هنا وش رح ندير؟ رح نحوك عامل مشترك إذن هذه رح تساوي لي عشرة في إذن كن نح عدد عامل مشترك نبدأ نفتح قوس إذن دخل القوس وش نحط؟ نحط أربعة وخمسين فاصل ثمانية ندير العملية التالية ناقص ثم وش يبقى لي هنا في الحد هذا؟ يبقى لي ثنين وثلاثين فاصل ستة ثم ندير العملية التالية إذن عبارة del ماذا تساوي؟ أحط تساوي لي عشرة الأولوية للأقواص ربعه وخمسين فاصل ثمانية ناقص ناقص ثلاثين فاصل ستة إذن تمتلي العدد ثلاثين وعشرين فاصل ثنين نزح الفاصلة إلى اليمين حتى إلى هنا إذن يولي لي العدد del ماذا يساوي؟ يساوي ميتين واثنين وعشرين بنفس إذن بطريقة أخرى راح نحسب عبارة d إذن قلت d يساوي 54.8 في عشرة ناقص 32.6 في عشرة إذن ندير عملية الضرب العدد الأول 54.8 في عشرة كم يساوي نزيح الفاصلة إلى اليمين تصبح العدد 548 ناقص 32.6 في عشرة أيضاً أزيح الفاصلة برطبة واحدة لأنني عندي 0.1 فقط يعني مضرب في عشرة وإلى اليمين إذن توليلي العدد 326 548 ناقص 326 راح يساوي لي بالضبط 222 وبهذا نكون عند نهاية هذا التمرين أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا التمرين على طريقتين مختلفتين كيفية حساب يعني العمليات الجبرية هذه بطريقة مختلفتين في الأخير ما علي إلا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله اشتركوا في القناة